جرف الصخر وأهلها المهجرون قصة مئة ألف إنسان أو يزيد هجروا قصرا من ديارهم منذ أكثر من ستة عوام بقرار ميليشياوي إيراني حق نقضه يمتلكه حزب الله اللبناني فقط وفق أياد علاوي عاد هذا الملف إلى المشهد من جديد بعد تصريحات أطلقها محافظ باب الحسن منديل الذي قال بأن لا قرار حكوميا بشأن يعادة مهجري جرف الصخر وإنما تردد مؤخرا من تصريحات تبنتها شخصيات سياسية لا تعد أن تكون مجرد دعاية انتخابية مجلس محافظة بابل سبق وأن اتخذ عدة إجراءات استباقية قطع خلالها الطرق على أي فرصة لحل الأزمة ويعادة المهجرين لدياره ومنها إصدار مذكرات إلقاء قبض ضد أكثر من خمسة آلاف من سكان جرف الصخر كما أن المجلس رفض عودة الأهالي متذرعا بانتشار الألغام والعبوات الناسفة في المنطقة إلا أن تلك المخلفات الحربية لم تكن على ما يبدو عائقا أمام ميليشيات حزب الله والعصائب والنجباء وبدر لإقامة المعسكرات التدريبية لعناصرها وتشيد مصانع لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية بحسب التقارير الغربية أما وزارة الهجرة والمهجرين الحالية فقد تبنت منذ عام خطة حكومية بشأن إغلاق المخيمات ويعادت النازحين قسرا إلى مدنهم والتي سرعان ما ثبت فشلها بعد توثيق موجات نزوح عكسية فإنها طالما استبعدت مهجر جرف الصخر من جدول أعمالها بزعم وجود مشاكل أمنية معقدة قالت إنها بصدد حلها حتى وصل الرد القاطع لوزيرتها إيفان فأق على لسان محافظ بابل الحالي الذي أكد لها بأنه سيركل بقدمه سكان جرف الصخر إن أعيدوا إلى منازلهم كان معالي إذا ما تجدين تطلقهم أطلقهم أنا بتشل عليك مواقف وتصريحات تعكس حقيقة واحدة مفادها أن لا سلطة للدولة وما يتردد على ألسنة أقطاب العملية السياسية عن حقوق الإنسان في العراق والاهتمام بالنازحين ويعادتهم لا يعد أكثر من دعايات انتخابية موسمية تنتهي في اليوم التالي لانتهاء الانتخابات البرلمانية لا ترجمة نانسي قنقر